لازم تبقى عارف بتاكل ايه وبتاكل ازاي وهتستفيد من الاكل ازاي وهتخس ازاي حواديت وبالذات تخس دي ومعدلات الحرق والفتي اللي بيتقال علشان نبعد عن الفتي تعالنا نروح للمتخصص في حالتنا نرحب كل الترحيب بضفاتنا العزيزة دكتور باسمة يوسري الطبيب البشري بالتغزية العلاجية والمتخصصة في التغزية العلاجية وعضو الجمعية الاوروبية للتغزية السريرية والسمنة بزكة دكتور ازاي حضرتك؟ عاليا دكتور كوزحك طيبة فضي وحضرتك طيبة بخير هنبدأ بالاسئلة اللي ممكن تبدو معتادة مسألة اكل ما بعد رمضان احنا في رمضان في ناس بتحاول تبقى ملتزمة وبيخرجوا خسين فعلا ويخرج على الاقل وزنه مزاتش زي حالتي مخستش كان عندي ترجة 10 كيلو ما حصلش لكن على الاقل مزاتش ودي حاجة ده انجاز بجد؟ ده انجاز ده انجاز فحد زيته قولي والله والله وبنبقى عايزين انه ما نزيدش تاني ما نرجعش تاني للعادات الغذائية بتاعتنا اللي بتزود الوزن والتزود اختزان المية في الجسم وعدم حرق الدهون وفيه ناس بتيجي تقول طب خلاص اجمعا اللي حصل حصل نعمل ايه؟ نبدأ من ايه حتة فيهم؟ نبدأ من احنا الترانزيشن من ثيوم لمواعيد اكل مختلفة تماما هي دي اول غلط يعني اول حاجة ممكن تحصل والاخبطة ممكن تحصل بمعنى ان انا متعود مثلا في رمضان اكشل يبقى اكل في معايد معينة بنفتر وناخد نتغدى يعني انت نفتر ونصحر فكل ده في تايم معين احنا بنعمل حاجة شبيهة لنظام غذائي اسمه الصيامة المتقطرة اه يعني اكشل يحنا ممكن نوصل ان احنا بنتصحر مثلا الساعة اثنين او نتصحر ممكن اخرى شوية فبتالاخر انت بتصوم ساعات معينة وبتاكل خلال ساعات معينة فانت جسمك متعود على تايمينج معين تيجي بقى خلاص رمضان خلص فهندخل بقى في مواعيد نبدأ نفتر من اول ما الفجر يقصد من بدري بقى ناخد نغير مواعيدنا totally خالص وتاكل على مدار اليوم فمن هنا بقى يبدأ لخبطة الاكل وتبدأ لخبطة بقى اللي هي الممكن واحد يزيد في الوزن او اللخبطة في فاول حاجة لازم ناخد بالنا منها كده مبدئيا انت جسمك متعود على معايد معينة بس احسر حاجة تمشي معاك او تبقى حلو ان احنا نحافظ ان احنا بناكل في مواعيد معينة ونصوم ساعات تانية علشان اقدر بقى اعمل اللي هو نظام الصيام المتقطع ده ودي كلمة بقت مشهورة جدا المفروض ان انا امتنع عن الاكل كم ساعة لا هو الصيام متقطع ده انواع مختلفة اتداء من ان انا باكل في خلال 12 ساعة وبصوم 12 ساعة او باكل في خلال يعني مواعيد اكتر يعني نصوم مثلا 14 ساعة او تصوم 16 ساعة وده احسن نوع اثبت الدراسات يعني اهميته 16 ساعة اه من صوم 16 ساعة وبنكل خلال 8 ساعة طيب 16 ساعة دول من ضمنهم ساعات النوم من ضمنهم ساعات النوم بالزبط كده وخلال 16 ساعة دول احنا اكشولي مش بنبقى صايمين خالص توتلي بيبقى بنشرب مية بنشرب ينسون نعنى عشاء اخدر ارفة زنجبيل مشروبات بدون لبن وبدون سكر مفيش مشكلة فيه ناس بتعتقد انه لو شرب عصير مفيش مشكلة خليل السيوم اه خليل السيوم متقطع ده ما دي مشكلة العصير ده سوابه في السيوم او غير السيوم انا مش معاه خلق وبالذات العصير اللي هو بقى المعلبات المعلبات اللي فيه سكر او غيره او حتى العصير الفرش اكشولي المشكلة للعصير احنا علشان نعمل كوباية عصير بورتقون احنا بناخد كم بورتقون كتير كتير بنتمش اقلمنا اربعة عشان اكشو يتعمل كوباية مظبوطة يعني اقلم من دي كمان اللي احنا قدامنا دي ايه فانت بتاخد اربع بورتقونات واكشولي ده بيعمل ايه بيرفع مستوى السكر وبيرفع مستوى الانسولين احنا اوه ما بنشرب العصير ليه بقى علشان العصير ده لما بيتعصر انا كده فقد الالياف فما بنبقاش بيشبع فحيجا وعق انت هتشرب العصير هتجوع بعدي ما تنفعش يكون حاجة سناك يعني مش حاجة ما تنفعش معنا ان هي تكون حاجة صحية نحنا ناخدها كسناك فاحنا نأكل الفاكهة ده احسن مليون مرة مليانة الياف مليانة الياف بتشبع وكمان هتديك سكر اللي انت محتاجه وبتساعد على الهضم بالزبط كده وكمان فوائد بقى مختلفة يعني سواء بقى فيتامينات ومعادن وغير بس الفكرة لو انت شربت كوباية العصير انت كده بوزنا الدنيا طيب العصير ده لو احنا حتى مضطرين ناخده يعني مثلا ما فيش قدامنا غيره هيبقى عصير فرش بدون سكر وبدون اي اضافات ويبقى في فترة الفطار اللي هي خلال الويندو اللي احنا بنأكل فيه مش في خلال فترة اللي احنا بنصوم فيه يعني خلال فترة الصيام في 16 ساعة بتوع الصيام لأ لا خليها في 8 ساعة اول 12 لا حسب بقى كل واحد حسب مقدرته يعني هي احسن حاجة الواحد يعملها او يتعود عليها انه هو يبقى داخل بالروح يعني كل حاجة بالهدوء ما دخلش قوي بقلبي لأ ان انا بوزت الدنيا بقى في رمضان والعيد بقى وداخل بقى ايه انا هعمل دايت قاسي انا هروح نحيت بقى ان انا هعمل ديتوكس بقى مشروبات اشربها بس وانا ده اللي هيخسط عكش ولي بقى ده مش هو اللي هيخسط طيب من ضمن برضو الحاجات اللي هي ايه بتقلقني ان تلاقي ناس كتير بقل وحرق لدول ويخسط 15 كيلو بقى 10 تيل جنزبيل لمون فلفل اسود حاجات تجيب قرحة في المعدة اوه فعلا بيجيب قرحة في المعدة اكشو الزنجبيل وبيتعب المعدة انا مجرد الوصفة بقى لا ايو بالضبط ليه وفي الاخر ما بيفدش باي حاجة كوباية الشاي الاخضر اللي احنا بنشربه مثلا نضرب كحكة علبة كحكة وبسكوت وبعد كنا نقوم نضرب كوباية شاي اخضر وبقى هو اللي هيحرق الكحكة والبسكوت بيحصل ايه بقى علشان يزود الحارق معدل بيزا الميتابوليك ريز بتاعنا 1% بيحتاج تاخد 6 كبيات شاي اخضر في اليوم علشان يزود معدل الحارق هو مش هيحرق هو ما بيحرقش هو بس بيزود معدل الحارق علشان تاخد 6 كبيات من الشاي الاخضر اكشو اللي حصل لنا هبوط مبيش حد يستحمله قبل الهايبوتنشن يحصل الهايبوتنشن يعني في الاخر الماشربات بقى اللي ماشية بقى على السوشيال ميديا والناس كلها بتعمل وخص وإيه جرب ده وهتخص 10 كيلو كل ده لأنا اللي بيغزني انه بيتقال اشرب المشروب ده الصبح اول ما تصحى يعني اشرب ده او على معده فاضي اشرب مية نار يعني ايه زي بالضبط المية باللمون على الريق المية باللمون ما دي من خرافات الضعية اكشو اللي ما ممكن فيه ناس تتعب فعلا بجد ما ديتها تتعب بجسترايتة سيجال التهاب في المايدة بسبب الليمون على الريق لأ طب انت الليمون ده فيه فيتامين سي حلو جدا فيساعد معنا على امتصر افصل الحديد ومفيد كده كلمون ممكن يتحط على السلطة ممكن يتحط على المية ممكن يتحط على اي حاجة بس في اي وقت مالوش اي حاجة في الدنيا ولا فيه اي دراسة قالت ان لازم نشرب مية باللمون على الريق السبح كل ده اجتهادات خرافات خرافات الداي حلو طيب يجي سؤال تاني هل احنا كلنا زي بعض يعني اللي ينفع ليوسف هينفع لزيد هينفع لعبيد لا مش هينفع علشان احنا يعني انواع جسمنا دي بتنقسم لتالتة يعني اندومورف وميزومورف واكتومورف الاندومورف دي انا هقولك يعني هقولك اي الاندومورف ده هو الجسم اللي هو بيقولك ايه انا بتخمل هو اه يعني اي حاجة بكلها بيبان علي صح هو ده الاندومورف اللي هو بيبقى مثلا توزيعة الدهون موجودة في جسمه في منطقة البطن وفي الارداف وكذا فعلمني ده بيحتاج ايه ده بيحتاج نظام غذائي قليل النشويات يقلل النشويات اللي موجود في النظام بتاعه ويعلي البروتين ياخد بروتين كوي والدهون بتبقى لها نظمة معين اوكي فعلمني يجي بقى في واحد تاني يبقى اكتومورف الاكتومورف ده اللي هو الجسم بتاعه بيبقى يعني الحرق عنده يعني زيادة شوية فعلمني يعني اللي هو ده بقى اللي ما بيتخانش مهما يأكل ده واحد تاني اخوي يكد اوه يأكل ما بيبانش عليه او ده اللي ما بيبانش عليه ده بيأكل ما بيبانش عليه هو ده تمام فده بيحتاج النظام الغذائي بتاعه بيزود نشويات وبيزود بروتين ونسبة الدهون ويجي بقى اخر جسم تاني اللي هو الميزومورف ده اللي هو الماسكولار بيبقى الجسم فيه عضلات اكتر فده بيحتاج بقى النظام برضو مختلف عن التاني فكل واحد مختلف عن التاني يعني انا ما يفعلش نفس الدايت اللي بتاعي يمشي على هدريتاك يمشي على حد تاني فاهمني اكوردنج للحاجة بس فيه مبدأ عامة ايه بقى يعني مبدأ عامة انا لازم اغير عادتي انا مش هعمل دايت يعني مش حد في الدنيا ما بطلش يام الدايت